اشتركوا في القناة والكتاب قرضه انصح التعبير جون ماك كافن وهو نائب المدير السابق لقسم العمليات السرية في السي اي اي وكتابه هذا اسياد الجاسوسية ليس كتابه الاول الذي اشتهر به فكتابه الاول هو غوست بلاين الطائر الشبح ومع ذلك ترى بدل جهد مضني في كتابه هذا رغم انه ليس رسالة دكتوراه او رسالة اكاديمية فقد ذكر في المقدمة انه عمل لخمس سنوات على تأليف هذا الكتاب نفس ستيفن غراي في تعاطيه مع قضايا التجسس وما يحصل خلالها من انتهاكات يختلف عن نفس جيريمي سكاهيل صاحب كتاب حروب قذرة وبلاك ووتر فيبدو ان سكاهيل ثائر على منظومة التجسس في العالم الغربي بخلاف ستيفن غراي الذي تراه يحرص على تصويب اخطائها دون الثوران عليها يذكر ستيفن غراي صفة امتاز بها كتابه عن كتب التجسس التي كتبها دباط في الاستخبارات وهي انه كوله كصحفي لم يكن ملزما كحال ضباط الاستخبارات حتى المتقاعدين منهم بعرض كتابه على وكالة الاستخبارات وتنقيحه قبل نشره افتتح ستيفن غراي كتابه بذكر مصطلحات عالم التجسس فكلمة المخبر تختلف في مدلولها عن الجاسوس في مصطلح الاستخبارات فهو هنا يشرح مدلول المصطلحات وما دا تعني عند الاستخدام وهذا يفيدك في قراءة الكتب والاخبار بمعرفة ماذا يعني هذا المصطلح وما الفرق بينه وبين المصطلح الاخر ثم بدأ يشرح اسماء وكالات التجسس فهي تنقسم الى اقسام داخلية وخارجية وحتى الداخلية والخارجية قد تنقسم الى اقسام فيشرح اسماء وكالات الدول ومنطقة عملها فمثلا سي اي اي تختلف عن الاف بي اي وكلاهما يختلف عن الان اي ساي وفي بريطانيا الام فيفتين تختلف عن الام سيكستين وهكذا ويذكر في ماذا تختلف كل وكالة عن الاخرى وهكذا وعلى العموم حفظ هذه المصطلحات قبل البدء في الكتاب مهم لانها سوف تتكرر كثيرا في هذا الكتاب ثم بدأ ينتقي حوادث تجسسية حصلت فيها اخطاء ثم يستخلص من هذه الاخطاء الثغرة التي وقعت وكيف يمكن ان نعالجها بدأ في محاولة الانقلاب الفاشلة التي دبرها البريطانيين على الحكومة البلشفية الجديدة في روسيا وكيف استطاع البلاشفة اجهادها وكيف ارتدت سلبا على البريطانيين ثم قصة ستيكا نيف القيادي في الجيش الجمهوري الايرلندي والعميل المزدوج للبريطانيين وتقيم تجربته في التجسس على قومه وكيف ان الصداقة هي مفتاح مهم للتجنيد وماذا يصنع العميل المزدوج في منظمة ارهابية يجب ان تنخرط في نشاطاتها حتى لا يشك فيك وثم ذكر قصة انطون يادس وكيف يمكن تحويل الجواسيس من عالم السياسة الى عالم الجريمة المنظمة وكيف استطاع هذا ان يبرع في المجال وكيف ان الجمارك البريطانية حمت هذا الجاسوس حتى بلغت المذى ثم انفرط عقدها واصبح هذا الجاسوس مطلوبا بعد ان كان يطارد المطلوبين وتأتي بعدها قصة عمر ناصري الذي اخترق الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر ثم القاعدة وكيف ان الانخراط في التجسس طويلا في بعض المنظمات تجعل الشخص يحول ولائه وقد ينسى نفسه ويؤمن بافكار الجماعة التي اخترقها وكيف ان الشخصية المتمردة لا تعمر كثيرا في البيئة الاستخباراتية وبعدها تأتي قصة عاصم الجاسوس الفرنسي الذي اخترق خلية برشلونة واستطاع افشال عملية جهادية كانت قاب قوسين او ادنى وكيف ان الشرطة الاسبانية استعجلت في عملية الاعتقال فاعتقلت هذا الجاسوس فيما اعتقلت واصبح متهما في القضية فاضطر ان يكشف عن هويته الحقيقية علنا وبذلك انتهت حياته التجسسية وكيف ان هذا ادى الى خلاف ما بين فرنسا واسبانيا وتكلم ايضا عن قصة المدعو رافض احمد علوان الجنابي الذي اختلق كذبة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشابل وكيف مرت هذه الكذبة حتى اصبحت سياسة قطعية بني عليها احتلال بلد باكمله فالمؤلف هنا يرصد مراحل مرور هذه الكذبة وتغلغلها وكيف وصلت الى تبني دول لها واتبعها بالكلام عن همام البلوي وكيف جند وكيف تعامل مع المخابرات وكيف شاءت الاقدار ان تنجح عمليته لو قرأ المؤلف كتاب القصة الكاملة لعملية خوست لاستطاع ان يستخلص الكثير من العبر من هذه العملية وثم في الفصل التاسع تكلم عن مقتل احد الناخبين الافغان والساس المعتبرين على يد الامريكان على اعتبار انه جاسوس مزدوج للطالبان وفي هذا الفصل يثبت كيف ان الاعتماد على التقنية وحدها دون التجسس البشري يؤدي الى مثل هذه الكوارث ويرصد هنا الاخطاء والخلطة التي جعلت امريكا تعتقد ان هذا الرجل جاسوس مزدوج لصالح الطالبان وكيف انها لا زالت تسر على موقفها ثم الكلام عن الجاسوس الدبلوماسي كروك الذي لعب دورا مهما بين حماس وفتح من جهة واسرائيل من جهة اخرى في الانتفاضة الثانية وكيف ان شذوذ المفاوذ السري عن استراتيجية وكالة الاستخبارات وتطبيق رؤاه الخاصة تؤدي في النهاية الى طرده وما هي الحلول التي يجب اتخاذها من اجل تحسين ادائها وكيف اختلف الوضع في وكالات الاستخبارات ما بين زمن الحرب الباردة وحرب الارهاب وكيف ان التحديات الجديدة لم تكن لتوجد سابقا طبعا الكلام المذكور اعلاه هو مجرد عرض لا مناقشة ولا استعراض لمضامين الكتاب الكثيرة وإلا فالكتاب مليء بالمعلومات ولو نعقشنا كل الفصول لخرجنا بكتيب وهو كتاب مهم جدا ومفيد جدا وانصح به ينتفح به الباحث في شؤون الامن والسياسة الخارجية والناشط الحقوقي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين